في الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص النادي الاهلي ولا سيامة طبعا الماتش المهم يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله أمام سان جورج الاثيوبي للحفاظ على لقب بطول الدولي أبطال إفريقيا عن الاستعدادات لهذه المباراة وعن مشوار النادي الاهلي محليا وقريا هنفتح الملفات دي كلها مع الأستاذ عبدالقادر سعيد النقد الرياضي لمنورنا بحلقتنا النهاردة صباح الفل عليك فل أعرف الله عليك وسأعرف الله حضرتك وأهلا بكل السنة المشاهدين وإن شاء الله يبقى يوم جميل عليك أهلا بك يا ميسيو عبدالقادر سعادة بك أكيد بص حقول لك على حاجة أكيد هنتكلم في المباراة القادمة طبعا يوم الجمعة مع سان جورج لكن في ناس كتيرة كانت حتى أنا بتابع يعني السوشيال ميديا يقول لك مش هزين نواف قوي عند المباراة دي لأنها مباراة لحد كبير يعني مش هول مضمونة بس تعتبر من المباراة اللي ما فيهاش ألأ فخليني برضو أعرف وجهة نظرك على الموضوع ده ده حقيقي طبعا يعني إحنا دايما بنقول لما فيش مطش سهل وإن ما ينفعش اللعبين يستسهلوا لكن هي يعني ممكن إحنا قولناها فعلا مباراة سهلة النادي الأهلي بيلعب المطشين في ملعبه مطش الأولاني 3-0 والنادي الأهلي كان يعني مستوى تدريجي في المباراة ما كانش اللعبين بيبزلوا أقصى مع عندهم قوي لأن ده منطقي أن انت تقدر زي ما بنقول كده بالبلد بيقولوا في الكرة بتوفر بنزين ما ما تحرقش بنزين كتير في المباراة لأن انت لسه عندك مطشات تانية عندك مطشات في الدوري المفروض مباراة أجلت أمام سراميك هترجع تخش على معمعة الدوري بقى ومباريات متتالية بعد كده تروح الدوري السوبر الإفريقي فأنت لازم تبقى موفر طاقتك بالكامل بالنسبة لكل اللعبين وده اللي هيحصل كمان في مباراة يوم الجمعة يعني النادي الأهلي لو بيلعب بأقصى طاقتهم مطشة الجمعة ممكن يخلص بنتيجة 5-6-7 لو النادي الأهلي عايز يوصل للنتيجة لكده لكن ده مش مطلوب وده مش مطلوب بالجمهور كمان لازم يبقى عارف أنه ده مش مطلوب أنت المطشة لو خلص 1-0 لو خلص 0-0 لو خلص بأي نتيجة في النهاية النادي الأهلي يهموا بس التأهل إلى مرحلة المجموعات في دورة الطاقة فإنما بتفوز بسكور كبير مش دي بتبقى رسائل ضمنية لكل المنافسين بعد كده ده حقيقي طبعا لكن مش بيبقى ده الهدف يعني مش ده دايما الهدف حتى في أوروبا بنشوف الفرق الكبيرة في كاس كرباو مثلا في الدوري في إنجلترا بتلاقيهم مش بيرياء مش بيلعبوا الفريق أساسي ومش عايز يهلك نفسه يعني من برح كان فيه تصريح لبوارديولا يقولوا أنه هيرجع بعد المطش يوم الخميس بالليل هيسافر يوم الجمعة الصبح فأكيد اللعبين هم في المباراة يسافر للمطش اللي بعده فأكيد اللعبين هم في المباراة بقع عارفين أنه هم بكرة وبعده عندهم رحلتين صعبين جدا فمش عايزين يبزلوا أقصى مجود في الملعب لأ يعني ممكن نتمشى شوية في الملعب وده حصل على فكرة في كاس العالم ده بيحصل حتى أنا فاكرا المطش اللي كان بين السعودية والأرجنتين يعني الأرجنتين ما كانتش بتلعب بجد ماتش الأرجنتين كانت الأرجنتين مش مدية السعودية الاحترام الذي ستستحقه لكن بالنسبة لماتش نادي الأهلي وسان جورج أعتقد نادي الأهلي بيحترمه نفسه بشكل كبير جدا لكن أنا بتكلم على توفير الطاقة أو على الزكاء في الملعب بالنسبة للعبين وبالنسبة للمدرب فأعتقد أن نادي الأهلي هيقدر يتعامل مع المباراة ويحاول يمشيها بالشكل اللي هو عايزه طول ما الماتش صفر صفر طول ما نادي الأهلي جي واحد صفر بس لصالحه وما فيش أي مشكلة المهم أن احنا نتأهل إلى دور الستاشر اللي هو أصبح مرحلة المجموعات دلوقتي لأن اللي جاي صعب جدا نادي الأهلي هيدفل على موسم دار بدار طبعا لما تكون حامل اللقب دايما نادي الأهلي بيواجه المشكلة دي لما تكون حامل اللقب كل الفرق بتبقى عايزة تضرب البطل بتبقى عايزة تضرب الفتاوة زي الأفلام القديمة من الفتاوة لو ضربت الفتاوة ده هبقى أنا الفتاوة ده دي الفكرة أن النادي الأهلي طول ما هو حامل اللقب كل الفرق اللي بتواجهه مركزة أكتر عايزين يجيبه جول حتى فرقة سان جورج همها الماتش اللي جاي هم يقولوا احنا جيبنا جول في النادي الأهلي والراجل اللي جاب جول يروحي بلد يقول لها أنا جيبت هدف في النادي الأهلي الأكبر في القرى الإفريقية وده مش كلام يعني مبلغات ده حقيقة لأن النادي الأهلي فعلا 11 بطولة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي بيلعب على البطولة الـ 12 إن شاء الله وفي نفس الوقت بيلعب على بطولة جديدة خالص اللي هي دوري السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله لو النادي الأهلي قدر يوفق بيها هيحط جزء كبير جدا كمان في تاريخه وفي خزنيته كمان لأنها هيكون لها جواز مالية كبيرة جدا يعني اللي سمعناها حتى لأنها في حدود 6 مليون دولار للمركز الأول من 3 منافسين يعني هو مساعدة مباريات زهاب وقياب لكن في النهاية هتبقى مكسب كبير جدا ولذلك النادي الأهلي السنة دي جدوا له مزدحم جدا وده اللي خالله أنه هو يرفض أي بطولة مستحداثة يعني هو الموسم من الأمريكا الرائع ما هو نفس الزهر المشكلة المرة دي زاد عليه دوري السوبر الإفريقي وعايزين يزودوا عليه كمان بطولة السوبر المصر اللي أصبحت شبهة السوبر الإسباني شوية أنهم أربع فرق ويجلعبوا سيمي فاينال وفاينال فالموضوع بيزيد كل شوية المباراة بتزيد هو زيادة عدد البطولات واستحداث المزيد منها ده في صالح الرياضة دي ولا بيستنزف وبيستهلك الفرق هو يمكن يكون في صالح المشاهدين شوية أو حقوق البس بقى والرعاية والإعلانات والبزنس البزنس بتعقورة بالزبط الشبك التجاري لكن بالنسبة للعبين والمدربين أكيد هم مش مبسوطين وفي تصريحات كتير قوي في أوروبا من نجوم كتير في أوروبا أخيرهم تيجوا ألكنتارا وقابلهم بيب جورديولا إنه بيقول إن ده يعني جورديولا مثلا في المطشات الأخيرة مش لقى أحد يحطوا على الدك بيحط اتنين حراس منهم حارس معادي الاربعين سنة وبيجددوا له بس عشان هو دمه خفيف في غرف الملابس وبيقدر يتعامل مع اللعبين يعني هو ما بيلعبش عمره ملعب ويمكن كم دايق وليلة جدا فهو حطوا على الدكة لأنه ما عندهش حد بيجيب شباب من الأكاديمية بيحطهم على الدكة فهذه المشكلة هو بدلوقتي بيقولك إحنا عندنا مطشات كتير جدا ده الناس اللي عندها جدوة المحترب بيشتكم من الموضوع فما بالك إحنا هنا أصلا مش عارفين هنلعب إمتى وهنلعب مع مين وهنلعب فين فضغط المباريات دي بيجيب إصابات بيجيب اللعبين بتبقى منهكين مجهدين حتى لو مش مصاف في الملعب بتلاقي مستوى مش اللي هو اللي انت متعود عليه ده كل ده بسبب ضغط المباريات فهو الموضوع أنا خاف إن الشق التجاري دي قتل متعة الكرة حتى في بعض المراكز في الملعب ما بقيتش موجودة زي مركز مثلا لعب رقم عشرة ده كان زمان هو نجم الفريق دلوقتي لأ الكرة بقت تحس إنها ميكانيكية شوية اللي هو تروس بتتحرك وانجات بتجري بسرعة بكات بتجري بسرعة مدافعين أقوية في النص ومدافعين أقوية في خط الوسط وبالتالي ما تحسش إن المتعة حتى بتاعت زمان موجودة لا زمان الحياة كان الزمان الجميل في الكرة عشان كان في عدد بطولات أقل وكان في مساحة إن أنت تقدر تلعب بمزاج وتلعب يعني بشكل أريح ليك كلاعب حتى فهي ضغطات المباريات صعبة وكمان تتكلم عن فيه إزدياد في عدد البطولات فده برضو أمر شوية مش عارفة لصالحنا ولا ضدنا يعني حيبان طبعا بس يعني أتمنى ما يكونش فيه ضغطات أكبر كمان من الموسم اللي قابلي أنا عايزة أروح معك بحلية شوية عبد القادر هو عبد القادر ولا عبد القادر؟ عبد القادر اللي اتنين أي حاجة يعني عايزة أروح معك محلية شوية الموسم ده بتشوفه إزاي مقارنة من الموسم الماضي لأن أنت عندك بعض الأندية اللي هي كانت تحتل المركز تاني في بعض الأحيان وأول في أحيان أخرى نادرة يعني مستوى تراجع بشكل كبير جدا دلوقتي عندك أنديت شركات صعدت وبتنافس بقوة وكذبت فرق كمان جماهيرية كبيرة جدا زي زاد والإسماعيلي خليني أعرف وجهة نظرك هل شايف الموسم ده فعلا مختلف وربما يبقى فيه كمان مفاجآت في الترتيب؟ هو زي ما كنا نتكلم عن البزنس اللي بقى سائد في الكورة نفس الكلام برضو وصلنا في مصر في الدور المحلي هتلاقي الفرق اللي عندها فلوس هي الفرق اللي قادرت نافس الفرق الشركات الفرق اللي تابع المؤسسات تجارية كبيرة زي ما ذكرت مثلا نادي زاد القدر يكسب الإسماعيلي اللي هو كان بطل دوري قبل كده ثلاث مرات يعني مش معقول أنا فرحة لهم بس إعلانة برضو يعني الإسماعيلي نادي كبير جماهيري طبعا لكن للأسف الفترة اللي فاتت طبعا إسماعيلي دايما بينافس الفرق اللي بتحاول تتجنب الهبوط الإسماعيلي عنده مشاكل كتير جدا بينما بنشوف نادي بيطلع أول مطش يلعبه في تاريخه في الدور الممتاز بيكسب الإسماعيلي ويكسبه بسهولة لأن الإسماعيلي Celtic ما عندهش الـسكواد اللي خليه قدر ينافس في الدور المصري وده تسبب الأزامات المادية اللي لا تح�� أزامات مادية وأزامات أدارية با هتا sunny من الأزامات المادية دي بتيجي من الأزامات إدارية نادي الإسماعيلي أكيد عنده جماهرية أكيد عنده فسالة إثبيسة في محافظته فالإدارة الليBAs انها لا تستطيعت تستغل لسه بقول لك طويل وعريض وليها درجة محبة ده فين تعرف الجماعة بالإسماعيلية يعني عشاق لكرة القدم لأي درجة زي ما في اسكندرية عشاق لنادي الاتحاد اللي عايز أقوله أن مش من مصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لما يلاقي أن فيه فريق ما ولا سيامة لما يكون الفريق ده جماهيري وشعبي وتاريخي فيك عبالة فيه مش لازم حد يمدي ييده يحاول يحل المشكلة يحاول يساعد عشان ما نفقدش كرة القدم متعة المشاهدة وعشان ما نفقدش جماهير محبة لفريقها مش لقيا فريقها أصلا بينافس هو الفكرة دلوقتي أن التحاد الكرة هيدخل هيعملهم إيه يعني هم مثلا عندهم مشاكل وديون ومشاكل في قد اللعبين هو التحاد الكرة ما قدرش يديله هو الفلوس دي ويتفعله صحيح حصلت مع أندية تانية أن أحيانا الوزارة دخلت الوزارة ممكن تساعد وزارة الشباب والريالة ممكن تساعد شوية في إسقاط بعض الديون في تقديم بعض الدعم للأندية لكن بالنسبة لتحاد الكرة الموضوع بيبقى صعب هو الفكرة أنه هو تحاد الكرة بس جاهة منظمة مش جاهة مناحة أو جادة لكن الوزارة الشباب والريالة أي جادة طبعا لازم الوزارة طبعا تدعم الأندية اللي بتحاول تقع لازم الناس إذا كان عندنا لجنة يعني بتدير الكرة المصرية سواء في وزارة الشباب والريالة أو حتى في تحاد الكرة لازم يشوفوا حل بقى يعني يشوفوا حل يفكروا لو فضلنا بالمنظر ده مش هنلاقي غير الأهلي والزمالك بس أندية جمهورية وهنلاقي بعد كده أندية كلها شركات ومؤسسات مش هتلاقي الاتحاد مش هتلاقي المصري مش هتلاقي الإسماعيلي يمكن حتى في النهاية الموضوع يصفصف على الأهلي بس بما أن الأهلي هو إيه ده نفس نفسنا بقى تحيبه شيء ممتع أريح النبي أريح موضوع اللي بيحصل في الوقت الحالي بس يعني من حين لآخر أنه الأهلي بيواجه بعض المنافسة لكن لو وسط للتريق من أول ما بدأنا الكورة لحد النهار ده النادي الأهلي يعني واخد تقريبا أكتر من 60% من بطولات الدوري النادي الأهلي واخد أكتر من ضعف ومنافسه في أفريقيا في بطولات دور الأبطال فلا بعد كده أصلا هتلاقي المنافسة بقى بتيجي زي ما شفنا مثلا بيرامتز الموسم اللي فات كان هو المنافس الأقوى للنادي الأهلي الموسم الحالي مش بعيد تلاقي بيرامتز برضو نادي مودرن فيوتشر باسمه الجديد تلاقي برضو هو وخطته الجديدة تلاقي برضو بينافس النادي الأهلي نادي الزمالك برضو يظل دائما أبدا منافس للنادي الأهلي فالفكرة كلها أن الخريطة بتتغير ولازم الناس المسؤولين عن الكورة يحاولوا يفكروا في شكل أو حماية للأندي الجمهرية علشان مش عايزة أقولك ترجع أبطال علشان تقدر تستمر في الصورة وتقدر تنافس للأندي الكبيرة يعني أي لعيب كرة دلوقتي بجيله مثلا عقد من نادي الإسماعيلي والعقد بقى من البنك الأهلي أو زد أو أي نادي من الأندية اللي عندها قوة شرائية كبيرة مش هيفكر في الإسماعيلي مش هيفكر في الجمهور أصلا مفيش جمهور بيملى الاستادات زي زمان فهو مش فرع معه قوي لكن زمان كنت تتلاقي اللعب ممكن يفكر شوية يروح نادي جماهيري يلاقي الاستاد فيه عشرين تلاتين ألف كلهم بيهتفوا باسم ويفكر في دي لكن دلوقتي انت حتى لو رحت نادي جماهيري مش هتلاقي الحتة دي لأن الجمهور ما بقاش يملى الملعب زي 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 لو رحت النادي برضو من هندية الشركات مش هتلاقي جمهور أصلا مش هتلاقي حد أصلا يعني هتلاقي صوتك هتسمعه انت في الملعب المطشط دي فعلا لما بتتزعى التلفزيون بتسمع حوار اللعبين في الملعب بتسمع الحارس وبنادي على اللعب لأن الملعب فاضي وفوش حد يعني لكن يعني نتمنى أن الواضح يتحسن شوية إذا كنا عايزين فعلا الدوري المصري ينافس دوريات مش حيث أول أوروبية ينافس دوريات عربية دلوقتي زي اللي بنشوفه في الخليج ومش السعودية مش بتكلم عن السعودية يعني الدوري الإماراتي مثلا نشوف النجوم اللي موجودين فيه كان فيه نادي زي الشرقة لما خد الدوري كنت تلاقي الملعب متأفل ودي كانت حاجة مش درجة أو في الأمارات إن الجمهور يملى الملعب في كل المطشط كأنه دوري إنجليزي فإحنا نتمنى نحن نشوف ده تاني في الدوري المصري إن شاء الله هي معادلة صعبة وفكرة هنا ملف تدخل رأس المال أصلا في كورة القدم ربما بيطبق في بعض الأندية وبعض الدول وبينجح والبعض التاني بيفشل فشل كبير جدا يعني مش عارفة ده برضو تفسيرها إلي إن هي نفس المعادلة لكن النتيجة بتبقى مختلفة فهل أنت عندك وجهة نظر مثلا ليه بتنجح في بعض الأحيان وبتفشل في أحيان أخر تنجح في بعض الدول تفشل في دول تانية لأن هي مش مقياس فعلا للنجاح أو فشل هو الفكرة إن الإدارة دايما اختيار الإدارة أهم من اختيار أهم من القوى المالية أو القوى الشرائية اللي موجودة يمكن أهم مثل نجح في العالم دلوقتي عندنا مثالين مثلا بريس سان جرمان في فرنسا المملوك للقطر والنادي منشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد الإماراتي هتلاقي إن النادي بريس سان جرمان رغم أنه نفسه سهلة في الدور الفرنسي لكن النجاح اللي بحققه محلي فقط ما بيقدرش حتى ينافس في دور الأبطال منشستر سيتي بقاله فترة سيبك إنه تكسب البطول للفترة الأخيرة لكن بقاله فترة هون مرشح الأول أو المرشح التاني لبطول الدور الأبطال بيوصل سيمي فاينال بيوصل فاينال ففي نجاح كبير ليه بقى لأن نادي منشستر سيتي لما حب يستثمر أو الشيخ منصور لما حب يستثمر جاب الناس اللي صنعه نجاح برشلونة جاب تشيكي بيجريستين وفيرنسوريانو اللي اتنين دول هما اللي كانوا عملوا التفرة بتاع برشلونة مع بيب جورديولا وهم بعد كده اللي أقنعوا كمان بيب جورديولا يروح نادي منشستر سيتي يعني ما عملش دخل الفلوس بس هو جاب الإدارة اللي هي تنجح المنظومة أصلا ده هيختار الناس الصح في المكان الصح وبعد كده بقى خدوا فلوس شوفوا انت عايزين تصرفوها ازاي لكننا ممكن ندي حد فلوس كتير جدا يجيب صفقات كلها فاشلة زي بي اس جي لا هي مش صفقات فاشلة بالعكس بي اس جي كان صفقاته كلها نجحة يعني خلينا نقول شيلسي التكوين مع بعضه ما كانش ناجح على الأرض يعني ما يبعندك كل النجوم دي فريق واحد ما نجحوش ما فيش إدارة رضية يعني مميزة في بريس سان جيرمان زي اللي كانت موجودة في الستي آه بيجيبوا نجوم وبيدفع مرتبات كبيرة جدا لكن في النهاية آه مفيش نتائج تشيلسي مثلا صرف مليار ومتين مليون سترليني وما مش عارف يجيب جول حتى يعني مش عارف يكسب آه بقى هو يعني الناس العالم كله دلوقتي بيتاريق على تشيلسي أو بيسخر من تشيلسي إنه هو بيسامينه فريق المليار ومع ذلك مش عارف يطلع في التوبتين حتى في الدوري الإنجليزي الممتاز وضع صعب طبع طبع على ذكر المان سيتي تكرك إن شاء الله ربنا هيكرمنا أمام منشاة سيتي والله يعني أتمنى لأن امبرح شفنا دعم جمهور الأهلي الكبير جدا مجرد ما الفيفا فتح باب التذاكر علشان الحضور لأينا مليون انتظار مليون شخص على موقع الفيفا منتظر عشان يحجز التذاكر طبعا كان فيه امبرح منافسة كبيرة جدا ما بين الأهلي وبين جمهور الاتحاد السعودي لأن الاتنين عايزين يحضروا أول ماتش اللي هو محتمل أو خلينا نقول بالمنطق يعني الأهلي والاتحاد يلعبوا في الكورتر فإننا لأن أوكلان سيتي دايما بييجي يخسر ماتش ويروح فهو الاتحاد كمان مسباشل ويروح بالزبط هو بيروح في النديا تانية بتقعد تنتقل في المرة ما بتوصلش النادي التاني اللي عنده عدد مشاركات بعد النادي الأهلي في البطولة فعنده تريق فعلا فيه أنديا تحلم أنها تروح وتخسر برضو زي عادي فهو الماتش الأولان النادي الأهلي غالبا أو يعني بنسبة 99 ضد اتحاد جد فده هيبقى البداية النادي الأهلي لو قدر يعدي المباراة دي طبعا هيبقى في ملعب الجوهرة ملعب الاتحاد ماتش صعب جدا لكن احنا بنراهن أن جمهور النادي الأهلي إن شاء الله على الأقل هيكون واخد نص الملعب لأن شفنا الضغط الجماهير يمبرح على موقع الفيفا علشان حاجز التذاكر شفنا مباراة السوبر جمهور الأهلي كان مالي الملعب إزاي يعني تبع نص ونص المفروض هو الأهلي طلب كده فعلا من الفيفا لكن الفيفا قال لا احنا بنفتح التذاكر زي أي ماتش كاس عالم والجمهور يقدر يحجز لو الاتحاد حجز الملعب كله تمام لو الأهلي حجز الملعب كله تمام عشان كده مباراة كان فيه يعني ماتش حلو محددة لكل فريق لا لا بالظبط انت بتحجز مثلا في الدرجة الأولى في الدرجة التانية في الدرجة التالتة هو ده حي ولا وحش ده يطمم ولا يخوه هو ده يحمس الجماهير شوية لأن كانت بقولك فيه ماتش مباراة بين السعودين ومن مصرين على تويتر وعلى فيسبوك أن حتى السعودين قالوا يا جماعة بالراحة شوية دم دي مش قراءة تحج يعني سمونا ناخد شوية تذاكر لأن الصفحات النادي الأهلي كلها ضغط 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 حتى اللي مش موجود في السعودية بيحجز على أمل أنا كان نفسي أروح كده الفرصة صعبة بقى إلا لأ يعني هنعملي تكلم حد بقى تزحب بقى تزحب ده الحل الوحيد حاولي بقى تترضي كان نفسي أحضر الماتش ده فعلا يعني إن شاء الله ربناه وفاك وتحضري يعني ممكن تحضري مع الإعلانيين لكن بالنسبة للجمهور أعتقد هتبقى صعبة أول لأن مبارح كان بقولك وصل العدد اللي انتظار على غرفة اللي انتظار اللي في طرقية مليون ففي مليون شخص قاعد فتح الموقع مستني دور يعني اتخيل انت مليون وتسعمائة ألف تونين ألف يعني واحد صحنا متخيلة يعني من ناحية متخيلين فإحنا متخيلين وده المتوقع من الجماهير بتاعتنا طبعا وده شيء أعتقد يفرح ويمفرود يكون دفعة للعيبة بتاعتنا أتمنى يعني أعتقد اللعيبة النادي الأهلي لو شافت هو تلعب في السعودية والملعب أغلبه مصريين مع الفريق صاحب الملعب أصلا يعني اتخيل اتحاد جدا في جسد القاهرة فيلي 30 ألف مثلا مشجع سعودي إن شاء الله ده اللي هيحصل مع النادي الأهلي في ملعب الجوهرة الاتحاد آه عندهم كتير ليخوفوا زي كريم بن زيمة زي نجولو كانتي لكن لا النادي الأهلي يقدر أنه يتعامل مع فريق الاتحاد رغم من فريق الاتحاد فريق قوي جدا حتى اللعبين السعودين اللي موجودين فيه حتى اللعبين المحترفين التانين زي المغربي حمد الله مثلا لا هم لعبين مميزين جدا لكن النادي الأهلي إن شاء الله قادر على الفوز بالمباراة ولو النادي الأهلي يكسب المطش ده أعتقد أعتقد مطش السيمي فاينال مع بطل كوبا لبرتدوريس لسه ما تحددش هنعرفه بعد شهر نوفمبر لما البطولة عندهم تخلص في أمريكا الجنوبية أعتقد يبقى فيه فرصة كبيرة للمراضي للنادي الأهلي إن هو هتأهل مكسبناش بطل أمريكا الجنوبية غير بالميرس مرة واحدة براكلات الترجيح إن شاء الله تتكرر المرة التانية وماتش النهاية يعني لو وصلنا له إن شاء الله يعني هتبع حاجة تخوف لأ أنا مش هقول نكسب السيتي هو أنا معروف شوية على تويتر أنا بشجع منشستر سيتي فالناس تقول أنت أتشجع الأهلي ولا منشستر سيتي الحقيقة مرعب ومن نوعية عام زي بايرن ميونيك وإن كان النادي الأهلي لعب بايرن ميونيك وخسر 2-0 فهو بقى أتأل منه نسبياً في الفترة الأخيرة طبعاً بس أنا بكلم على فكرة إنه هو لما بيلاقي المنافس مثلاً خاصة لنا 2-3 بقعز يكسب 7-8 فهيدي الفكرة فهيبقى ماتش صعب جداً جداً يعني وقتها إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يتعامل فرصة قد تكون يعني أخيرة لفرق كتير لأن الشكل بتاع كأس العالم الأندية بعد كده هيتغير وعدد ونوعية المنفسين موضوع تالي خارج حيبقى تأهم المجموعات أصلاً يبقى إنجاز كأنك بتتكلم على منتخب مصر في كأس العالم وتقول يا رب بس نعدي المجموعات ما بنعديش المجموعات في الثلاث مرات أو في المرتين يعني في النظام المجموعات ما عدناش المجموعات فبعد كده الجنوبية فالموضوع يبقى فمتص فيعني دي فرصتنا الأخيرة فعلاً نحن نقول النادي الأهلي كسب مرة ثلاث مرات ميدالية برونزية ومرة ميدالية فضية أو زهبية وده يعني أعتقد المنتظر جماهير النادي الأهلي من اللعيبة ومن الفريق بيزن لا يقدر يحققه إن شاء الله إن شاء الله لكن هو طبعاً تحدي صعب جداً جداً يعني مش عايزين نضغط عليهم نديهم أكتر من طائطهم نقول لهم لا لازم تكسبوا الاتحاد هناك لازم تكسبوا بطل كوبا لبرتادورس لازم تكسبوا منشستر سيتي لو تأهل لازم تلعبوا أحسن شكل من غير ما بتتقالب بالزبط حتى حسين شحاتك في المعسكر بتاع النمسا هو قال يا رب نكسب كاس العالم كان لقطة شهيرة قوي لأنه قابليها كان لقطة تحت المطر في الموسم اللي قبله قال يا رب نكسب أفركيا وتحققت فهو نفس اللقطة المشابهة قال يا رب نكسب كاس العالم فكل جمهور الأهلي قال إحنا مستنين كاس العالم يجي فنفيش حاجة بعيدة على ربنا لكن المهم أن هما يعملوا اللي عليهم ويسعدوا الجمهور بالأداء المميز شفنا الأهلي لما خسر في كاس العالم اللي فات الجمهور أشاد بأغلب اللاعبين لأن هما قدموا أفضل أداء ما هو ده اللي إحنا هما يعملوا اللي عليهم ويظهروا بالمشهد وبالأداء اللي إحنا فعلا نعرفه عنهم وفعلا النتيجة سداني وقتها الجماهير مش هتزعل لولا قدر الله ما حصلناش على مركز مختلف بس نتمنى إن شاء الله بإمكان ندي الفرصة الأفضل لنا كنادي أهلي أن نحصل على تصديف مختلف ونبقى تاني بإذن الله أو فضية بإذن الله ده يحصل مش حاجة بعيدة وردوا عن نادي الأهلي يعني إن شاء الله نورتنا يساز عبدالقادر بجد للأسف في الوقت جيري بس كانت قراءة أكيد سريعة بس يعني مميزة جدا كالعادة شكرا جدا يبقى أنا معك قراءات وقراءات البتر اللي جاي بإذن الله نورت الدنيا كلها بنشكرك على وجودك وطبعا الشكر موصول لمشاهدي خيرات الأهلي بكل مكان على حسن المتابعة نشوفكم على خير إن شاء الله يوم الحد الجاي وبتمنى لكل حضراتكم ويكاند سعيد إن شاء الله سلام عليكم